أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإن بائثه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه فدية طعام اسكين فلن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عندي فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوني لعلهم يرشدون وحذ لكم ليلة الصيام الرفق إلى لسالكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم